الابتسام اللثوية ما هي؟ الابتسام اللثوية هي ما منقدر نعدها كمرض ولكن هي مشكلة تجميلية الابتسام عادة فيه شيء اسمه خط الابتسام لما بابتسم البني آدم الطبيعي عادة يظهر أعناق الأسنان العلوية فقط ممكن في بعض الحالات أو بعض التصنيفات تظهر 1 إلى 2 مليمتر من اللثة أثناء الابتسام وهذا يعتبر طبيعي في حالات تبرز اللثة العلوية كاملة أو مسافة مش أقل من 7 إلى 8 ميلي أو حتى 1 سانتي من اللثة وهذا بيعمل مشكلة تجميلية ومشكلة نفسية عند المريض حتى بتلاحظ بعض المرضى أو الصبايا خصوصا تحط إيدها على ثمها لما بدأت تيجي تبتسم لأنه بتحس أنه منظرها غلط فهي مشكلة تجميلية بحتة تنتج هذه المشكلة عن عوامل جينية مبدئيا الفك العلوي لما بمه بشكل عامودي زيادة في بعض الحالات وهذا متحكم به جينيا في حالات تانية بتكون ناتج قصر في تيجان الأسنان وهذا القصر في تيجان الأسنان يعني هذه الصورة إذا شايفينها هي الابتسام الطبيعي ظاهر واحد لاثنين مليمتر من اللثة هاي الابتسامة البرفكت هذا البرفكت إذا شايف الشفة عند عنق الأسنان هذا الابتسام اللثوي ببرز جزء كبير من اللثة أثناء ابتسام المريض وهذه يجب دراستها بشكل دقيق للمريض ليس كل حالة زي التانية هل هذه الابتسامة ناتجة عن قصر في طول تيجان الأسنان أم أنها ناتجة عن طول في الفك العلوي في عظم الفك العلوي نفسه وكل حالة من هذه الحالات إلها الكثير من المعالجات زي هاي الحالة مثلاً اللي عارضينها في الصورة العلوية عندي قصر في تيجان الأسنان ناتجة عن نمو اللثة بشكل مفرط وطغطيتها لجزء من السن أوك فالإجراء المتبع والبسيط بأنك تساوي قطع في اللثة في أعناق الأسنان في هذه المنطقة حتى ترجع تبرز السن بشكل كامل وأحياناً نضطر نأخذ جزء من العظم المحيط في الأسنان حتى أنا أقدر أوقف اللثة عندي المستوى الجديد اللي أنا بديها يعني هون إيش عم تعمل دكتور؟ هلأ هذه عملية ثانية اسمها لب بريبوزيشنينج أو إعادة توضيع الشفة وهي المعالجة الأكثر تقدماً أو في الحالات الأكثر صعوبة لما يكون عندي أنا 7-8 ميلي لواحد سانتي من اللثة بارزة إحنا من نعيد توضيع الشفة إلى مكان جديد مننزلها لتحت بحيث هاي هون الحالة بعد ما خيطتها بحيث أنه أنا بعد ما أنا أساوي القطع وأستقصل الجزء من اللثة اللي أنا زايد عندي وبجيب الشفة باتجاه الأسفل يعني بتصغر اللثة؟ بصغر اللثة وبعيد توضيع الشفة والشفة نفسك؟ يعني أغير مكان الشفة هي هيك أوكي يعني هذه حالة قبل لمريض اشتغلنا له في العيادة هلا ما نشوف الصورة بعد هذه النتيجة بعد ما ساويناله إعادة توضيع الشفة أوكي يعني اللثة بتصغرها والشفة بتغير مكانها؟ تغير مكانها هلا معظم الحالة طب كيف تغير مكانها لفوق لتحت؟ لتحت كيف دكتور؟ كيف دكتور؟ هذه يا سيد العزيز أول إشي الشفة هي مجموعة من العضلات أوكي هذه العضلات لما بعمل أنا فيها قطع وبستقص الجزء معين اللي هو الزائد وبعيد توضيع الشفة في المكان الجديد بتصير الشفة مستواها أوطة وبالتالي بتصير تغطي الأسنان لما بيبتسم المريض بط تبين اللثة زي ما كان تبين أول عادة من نقدر نصحح 80 إلى 90% من المشكلة هيك حالة ففعليا يعني فعليا اللي بيصير أنه بدل ما الشفة تطلع فوق اللثة اللي ما يبتسم الشخص فعليا اللثة بتصغر والشفة العلوية بتنزل وبغطي المكان هذا كامل طبعا بس الآن إحنا في عندنا مشكلة في هاي العملية دائما إنه في عندي أنا منسميه الذاكرة العصبية العضلية الشفة عبارة عن عضلات والعضلات مبرمج مكانها دماغيا أو عصبيا إنه ترجع للمكان الأساسي اللي كانت فيه قبل ما تبدأ قبل ما تعمل العملية مشان هيك إحنا منيجي منعمل بوتوكس لأربع جلسات متتالية على مدى سنتين جلسة قبل الجراحة في بضع أيام على الأقل 72 ساعة ثلاث أيام ثم منعمل الجراحة بعد بست شهور منرجع منعمل بوتوكس مرة ثانية بعد بثمن شهور منرجع منعمل بوتوكس كمان مرة وبعد بسنة منعمل المرة الأخيرة عادة هذا البراليسز أو الشلل اللي بتسببه إبرة البوتوكس للشفة بتلغي الذاكرة العصبية العضلية لعضلات الشفة وبتجعلها تقعد في مكانها الجديد وتتعود على هذا المكان يعني هي تعتقد أو تعاد برمجتها بأنه هذا هو المكان الجديد تبعي فأنا لازم أقعد فيه ما أرجع أنا بصير لي ريلابس بنسميه وترجع العضلات تشد الشفة وترجعها لمكانها الأصل قبل الجراحة فهذه حالات كثير حلوة وكثير المرضى بنبسطوا فيها طبعا أحيانا تترافق بأنه نعمل فلر للشفة لأنه أحيانا بيكون المريض شفته رقيقة زيادة فإحنا نضطر نعمل فلر حتى نرجع نعطي امتلاء للشفة ونعطيها هذا الفوليوم أو هذا الامتلاء بيخليها ترجع وتقعد في مكانها الأساسي وتعطينا ابتسام كثير جميل طب دكتور بيأثر بعد العملية على الوظائف العادية للشخص أو الفم والفكين الأكل النطق أبدا أبدا مجرد ما تجاوز حتى الشفاء من الجراحة اللي هي أسبوع لعشر أيام يعود إلى حياته الطبيعية كأنه شيئا لم يكن تمام بس أني ما بصير فيه أي نوع تغييرات شكلية من الخارج أبدا أبدا لا يتغير شكل المريض نهائيا ولا يتغير شكل الشفة نهائيا بالعكس بيصير يبتسم بثقة وبابتسامة جميلة ولطيفة بدون أي مشاكل بدون ما تظهر هاي الفكرة حلو حلو يعني بجوز نحنا الأشخاص دائما اللي ما عندهم المشكلة بجوز بتغربوا من الفكرة مثلا أنا صراحة لما شفت الصور خفت خصوصا لصورة الجراحة يعني حسيت شوي في هيك رهبة من الموضوع بس بجوز الشخص اللي عنده مشكلة وهاي المشكلة ممكن تكون مسببت له عقدة يعني بجوزها مثلا احنا للشخص اللي ما عنده المشكلة ما بحس ولكن الشخص اللي عنده المشكلة بجوز الحكي اللي حكيناه مهم جدا بالنسبة له ويفكر أنه فعلا جوز أحتاج هاي العملية أدي العملية دكتور بتنجح أدي صعبة أدي إلهم وضعفات هي عملية بسيطة تنعمل على كرسي الأسنان في العيادة تحت تخدير الموضعي مدة العملية مش أكثر من نص ساعة أربعين دقيقة بالكثير بيحصل على نتيجة فورية أو خلال عشر أيام بعد شفاء الجروح تماما بتكون نتيجة اللي بدوا إياها المرجوة واصل لها نسبة نجاح مش أقل من ثمانين تسعين فيلمية زي ما حكينا الابتسام تشكل أربعين فيلمية من جمال الوجه أو هيك بيصنفوها في علماء الجمال والوجه يشكل ستين في المية من جمال البني آدم فإحنا بنحكي عن نسبة معتبرة وعن مشكلة حقيقية عن بعض الناس وخصوصا الصبايا يعني قلت لك بتلاقي الواحدة قاعدة لما بتبتسم تحط إيدها على تمها لأنه هي مستحية تبتسم عرفت علي؟ بيقول لك حاسة كل تم يطالع برا فهي حل لطيف وجميل وما في مشكلة عادة بعد الجراحة محدودة جدا 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 ما في مدام إحنا لتأمة الجروح خلال الأسبوع العشر أيام الأولى بعد الجراحة عادة ما في أي مشاكل تمام لازم يكون في شروط معينة مثلا الأسنان كلهم صحيين ما في زراعات ما في تسوس ما في كذا الزراعة ما في مشكلة بس مثلا ولا حتى كراونات في مشكلة إذا عمل تلبيسات أو عامل فينيرز أو أي شيء من هذه التركيبات ولكن لازم تكون الأسنان سليمة ما فيها تسوسات ما في سن بده علاج عصب ما في سن بده خلع وإلى آخره من هاي الأشياء وقلت لك يا لابد من دراسة الحالة بشكل جيد هل طول الأسنان صحيح ولا بس اللثة هي المشكلة تمام وأحيانا إحنا مندمج ما بين عمليتين يعني إحنا منغير موضع الشفة العلوية بحيث أن نتغطي اللثة المكشوفة زاد أنه منعمل قطأ في اللثة حول أعناق الأسنان حتى نبرز الأسنان مرة تانية جميل جدا دكتور عاصم التل طبيب أسنان أخصائي جراحة الفم والفكين شكرا جزيلا الله يسلم العفو جزيلا شكرا على المعلومات المهمة عن هاي الأمرية اللي فعلا مهمة شكرا إن شاء الله شكرا